ونزبط بقى بما أننا جيبنا سيرة منتخب مصر روي فيتوريا الموديل الفني السابق لمنتخب مصر تحدث أخيراً النهاردة عبر حسابه على انستجرام وكتب على انستجرام شكراً مصر بقرار من الاتحاد المصري انتهت مسيرتي كمدرب للمنتخب الوطني المصري والآن بعد مرور أيام قليلة على الإعلان الرسمي وبعد فترة من التفكير أستطيع أن أقول أنني أغادر بعد 19 شهر 18 مباراة بخسارة واحدة فقط وبترشيح لأفضل مدرب منتخب في العالم ماذا تعني هذه الأرقام؟ وهذا يعني أننا كرسنا أنفسنا لبناء أساس متين لحاضر ومستقبل قرة القدم المصرية ونواجه العديد من التحديات بإصرار وتركيز لا يتزعزع على التمييز كان الهدف من العقد الذي وقعته لمدة أربع سنوات كما كان معروفاً علناً هو وضع الأساس لإعداد وتجديد الفريق لكأس العالم 2026 ونحن في بداية عام 2024 وصلت في وقت مليء بالتحديات بهدف تغيير وضع المنتخب الوطني الغائب عن كأس العالم الأخير والمركز الأخير في تصفيات كأس الأمم الأفريقية مؤهلتنا والنتائج اللحاقة هي شهادة على القدرة على التغلب على التحديات وجودة العمل الذي تم تطويره وقال من الواضح أننا لم نكن راضيين عن الإقصاء برقلات الترجيح في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لكننا نعرف التحديات والشداية التي وجهناها والتي قد أتحدث عنها لاحقاً أشكر فريقي الفني والموظفين وخاصة اللاعبين الذين كان التزامهم وشغافهم ضرورياً وإلى جماهير وشعب مصر أتوجه بالشكر العميق على الدعم المستمر لقد أثرتني هذه التجربة على المستوى المهني والشخصي وجعلتني مقتنعاً كما قلت دائماً بأن مستقبل قرة القضب المصرية يمكن أن يكون واعداً إذا رغب الجميع في ذلك شكراً مصر على هذه الرحلة التي لا تنسى اسكز قال لك المستقبل عظيم إذا رغب الجميع في ذلك المستقبل رائع إذا رغب الجميع في ذلك أحب أنك كلمتين اللي بيتحطوا من تحت لتحت كده وإنت معد قال لك المستقبل قرة القضب المصرية ممكن يبقى واعد جداً لو رغب الجميع في ذلك يقصد إيه يا أولاد؟ يقصد من الآخر يعني أنه مش الكل رغب في ذلك وأنا قلت الكلمتين دول قبل كده هعيدهم تاني وتوقعت الكلمتين دول هيقولهم روي فيتوريا هيطلع يقول لك أنا خسرت المباراة واحدة أنا مشروعي كان أربع سنين أنا ما تقليش إنك تاخد كسر أمام الأفريقية فأنا ما عنديش مشكلة أنا كبيتوريا طالع بسي في نظيف سي في محترم ليه؟ لما هيروح لأي منتخب تاني الراجل ده عامل إيه مع منتخب مصر لعب 18 مباراة خسر المباراة واحدة إذا ده راجل نجح جداً حكا طبعاً ما مشكلنا مع فيتوريا العلقة بالشخصية وتأثير وتفاصيل تانية بس ما هو مدارب كبير؟ آه طبعاً مدارب كبير جايننا بسي في محترم جايننا بسي في محترم ما صبرناش عليه المشروع على فكرة أنا من الناس اللي كيترأي إن فيتوريا لازم يمشي بس أنا كانت تحب مثلاً يعني بتحدي الكرة يطلع يقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ احنا عاملين مشروع أربع سنين مع فيتوريا مكمل يا جدع انت ده عمل أدوة بس مكمل ده مشروعنا وهيوسط كاس العلم وهينجح سوا عشان أصلاً الناس فيتوريا كلها مش واسقين في الراجل اللي هم جابوه فتفاصيل هنقع نلف في أزاجة نفس القصة اللي حصل مع كلوس كيروش منلف حوالين نفسنا عادي إحنا ممكن ننتقد ونقول يمشي بس إنتا مش مفوط تسمعني في كل الأحوال عمدنا مدير فني كفء جداً رائع جداً وطني اسم كبير وتاريخي وأسطورة في قرات القدم المصري وكابتن حسام حسن اللي جاي بقى نتمنى له التوفيق وبس اشتركوا في القناة